الجولة الأخيرة في الشامبيونز ليج في دول المجموعات وبعاك أن نخش بقى على ضرب النار والبطولة اللي بجد تبدأ الحقيقة لكن الملفت السندي نخد بالك يعني النتائج أو المفاجآت اللي حصلت في دول المجموعات وخروج فرق كانت مرشحة وبقوة أنها تكمل المشوار وتوصل للنوكاوتس أو للأدوار الإقصائية يعني ولع ولع بكل معاني الكلمة اليوروبا ليج لأنه أنت عندك السندي فرق يعني أبطال بتكلم على عندك المان يونيتد والأرسنل هناك والأرسنل السندي غير عندك بقى بتتكلم على براشلونا بتتكلم على اليوفي بتتكلم على الميلان بتتكلم على فرق كتيرة جدا كانت في يوم الأيام هي بطل الشامبيونز ليج فبالتالي إنت عندك التسنادي شئتها مع قبيل اتنين شامبيونز ليج شامبيونز ليج أصلية بشرط هنتكلم على مرشهادة النهاردة وبكرة أكيد 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 منفوتنيش طبعا لازم أتكلم وليس أتكلم على ماتش السوبر وعلى عودة الأهلي مرة تانية لمستواء الطبيعي عملاق الكرة المصرية والإفريقية ونتكلم طبعا ماتش الداخلية مش هيفوتنا ما نعديش عليه طبعا لازم نتكلم على مواجهة بكرة وعلى التغييرات المتوقعة خصوصا كمان على تشكلة النادي الأهلي مع المتقلقين والمتميزين دوما فاروق عصام وخلد عامر ضيوفي اللي بسعد بيهم دايما في السادسة فاروق مساء الخير وأهلا وسهلا بك مساء الخير يا أحمد أنا دايما اللي بسعد بوجودي معاك ومع خالد وبتبقى فكرة مويزة دايما نوور الدنيا دايما وخالد أهلا وسهلا نوورت وشرفت مساء الفل مبسوط دام إن أنا بقى معاك ومع فاروق طبعا بستفيد منه كتير تطلحة كده إن وجودكم دايما بشرة خير يعني وانتوا جايين للمدينة لازم إيه فول عليكم في موضوع ميلان دقل دوري أوروبي ولا حاجة أنتم مش تتهلوا في الدور الأوروبي فواضح كده إنه نمو في أصلا بقى وانت بتقول البطول الأوروبية ولا عدت كنت هقول لك أنا واحدة فيه يعني أنا شامبينز لك في الاتنين أنا يعني يوروباليج لما بتفرج بتفرج على الفاينة يعني أشوف مين وصل الفاينة لا دلوقتي هتفرج من بات 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 قبل ما ندخل في كل الكلام ده كان معايا المدير رياضي مرسيل شعفر المدير رياضي اللي نادي فولوسبورج الحالي كنت أتكلم مع مين معي انتو فيديوه عشان نتكلم على عمر ماربوش اللي ظهر فجأة يعني خياتف إنه عمر ماربوش ما كانش اسم ما تروح بشكل كبير جدا في الكرة المصرية شوفناه بيظهر مع المنتخب شوفناه كمان بيلعب بيحجز مكانه أساسي على مكان فيه لعيبة يعني من الوزن التقيل وقدموا ستبات كويسة ومع السودجة السنة اللي فاتت عمل يعني مشواره كويس محترم جدا والسنة دي رجع في فولوسبورج والناس شايفها الحقيقي الرجل كان بيقول فيه الشاعر إزاي شايفين تجربة عمر ماربوش وإزاي شايفين مستقبله خلينا نتكلم على المنتخب الوطني بما عندنا فتر التوقف وعجان الدولية عندنا مواجهة جمد جدا مع بلجيكا إزاي شفتوا قصة عمر ماربوش مع المنتخب وفرصوا في الاستمرار عندنا المكان ده كان بيلعب فيه قبل كده طبعا من زمان أوي لما كان فت رمضان صبحي طبعا تريزيجي طبعا مكسر الدنيا سواء مع السنفيلة أو بعد كده لما راح لتركيا فإزاي شايفين قصة عمر ماربوش ده اللي أنا كنت عايز أقوله عمر ماربوش استفاد من وجود كارلوس كيروش واعتماده أكتر أو فلسفته أكتر في الاعتماد على اللاعبين المحترفين هو مش شايف أي الدور المصري إنه ممكن يعتمد عليه بشكل أساسي غير في الأماكن اللي ما فيش فيها ناس محترفة فاستفاد من تجربة إنه أولا كان محظوظ إنه تريزيجي كان مصاب في الفترة دي لصابة طويلة فكان غايب عن المنتخب إنه رمضان صبحي كان في أسوأ حالاته الفنية فكان عمر ماربوش هو الفجر الوحيد في الجبهة اليسرى اللي يقدر يحتل المكان ده بشكل أساسي بدايته في مبارتي ليبيا مع كارلوس كيروش وتقلقه اللافت للنظر لفت الأنظار إليه فيه شوية أبسان داونز في مستوى عمر ماربوش ولكن خلينا نقول إنه الناس بتحكم بشكل مقطع بمعنى إنه حلو في مطش يبقى أحسن واحد في الدنيا مش حلو في مطش هيبقى لا يصطلح للمنتخب وده ظلم شوية للعيبة بشكل عام عمر لعيب كويس من أيام ما كان في ودي ديجلة وطلع واحترف ولسه بيتعلم ولسه بياخد كم الخبرات اللي يسمح له إنه هو يبقى مش هيبقى محمد صلاح بس يعني صلاح في بازل كان حد مستحيل يتكلم إنه صلاح هيبقى واحد من أهم نجوم العالم بس صلاح في بازل حتى وهو كان مش في دوري من الأندية الكبرى أو الكلام ده كله كان لما بيلعب شلسي بيجيب فيهم جون بيلعب طاطنان بيجيب فيهم جون بيلعب في الدور الأوروبي بشكل مميز جدا كان واحد من نجوم البطولة الأوروبية حتى هو بيلعب في الدورة السويسري فبالتالي لكنه بازل حتى في وجود صلاح كان يعني ليه تواجد على المستوى الأوروبي صحيح يعني بعد صلاح مميشي يونيني بازل تقريبا مش مميشي ويان سمر والديل بتاع محمد صلاح ده بعد بكله مميشي فخلاص بازل نهارت بس هالفكرة إنه صلاح كان باين مرموش تعيب كويس وباين إنه هو هيبقى أفضل من كده كمان هو بس محتاج ياخد شوي ثقة محمد صلاح مستو عن كل اللعيبة اللي حواليه هي قوة شخصيته أي القوة الشخصية اللي بينزل بها الملعب أنا أحسن واحد في الملعب وبيلعب بناء على هذا بناء على هذا الأساس فبالتالي اللي قدامه بيخاف منه المشكلة اللي عندي مع تريزي جي مع عمر مرموش مع اللعيبة المحترفة عندنا مش إنني إنني برضو عنده نفس الكارزمة إنه معندهمش قوة الشخصية دي هو طالع عايز يلعب عشان يوري نفسه للعالم ويضبط نفسه نحط في ده مش عارف فاروق يتفق معي برضو فكرة الخبرة يعني صلاح لما ياخد جائزة أفضل هداف جائزة أفضل عفد دوري جائزة ياخد لقب زي الشامبينز ليج ياخد لقب زي البريمير ليج يبقى دايما مصنف من أفضل خمسة بيتم ترشيحه دايما لجوائز البالوندور وده باست نصبت الثقة بالنفس طبيعي جدا بتعلم طب كامعة اللعب يعتبر لسه في بداية مشواره الاحترافي وممكن يعني طبعا يعني مع اختلاف الإمكانيات والمهارات ممكن تراهن على أنه عمر مرموش يبقى قصة نجاح في مشوار الاحتراف جدا حتى لو أعتقد أنه مرموش حاليا هو مثال اللي احنا كنا عايزينه من سنين احنا كنا من سنين بنتكلم أن احنا عايزين لعيبة شباب تحترف من صغرها مرموش احترف من ودي ديجل ما جربش نجومية الأهلي والزمالك وده هيديله حافزه هيديله طاقة أكتر أنه هو يواصل في أوروبا فيه لعيبة ومواهب موجودة في مصر تستاهل الناتبة موجودة في أوروبا لكن هما شافوا أن نجومية الأهلي والزمالك والعيشة في مصر بالنسبة لهم ممكن تكون إضافة ليهم في حياتهم وهم مش هياخدوا ده في أوروبا دلوقتي يعني مرموش حاليا بيعيش في أوروبا اللي ما بيعيشوش اللعيبة هنا في مصر لكن هو عايز يبقى حاجة في المستقبل وكانت حاجة مهمة جدا احتكاكه بالمدرسة الألمانية وبالعيبة أعتقد الاحتكاك اللي هيشوفه مرموش في موسم واحد بعشر مواسم هنا في الكرة المصرية مع الاحترام طبعا للكرة المصرية لكن فرق المنافسة كبير فرق المدربين بيحتكب مدارس من العالم كله ده هيفرق معاه في المستقبل والله انت قلت كلمة فاروق عايز يبقى حاجة بزبط دي الجملة دي طموح مهم جدا ما هو ياخد الرزق ويروح في السن الصغار ده ويحترف عايز يبقى حاجة دي مش قصة فلوس ومش قصة شهرة دي حاجة رغبة في إثبات الزيت ودي واحدة من أهم عامل نجاح لما بتتكلم طبعا على مستوى الاحتراف الأوروبي أنا بس خليني قبل ما نعدي النقطة ديت عشان برضو أقول حاجة انت قلتها وانت بتقول لفاروق على فكرة انه الثقة بتاعت محمد صلاح هو أخذ وعمل وبتاع لا هو نفس فكرة فاروق انه هو عايز يبقى حاجة دي لك ونت بتكلم عليها من ساعة لما كان في بازل وهو واضح عليه انه هو عايز يبقى حاجة شخصيته هي اللي فرضت على الناس ان هي تلعبه وشخصيته هي اللي فرضت عليه انه يبقى هدف الدوري الإنجليزي وهو اللي فرضت عليه انه يبقى أفضل لاعب وياخد بريمير ليج وياخد شامبينز ليج ويلعب في روما ويلعب في وارنتينا عشان هو عايز يبقى حاجة راح تشاهد بالزبط يعني ما تعمل عليه مورينيو تمام ممكن جدا في المحطرن تلع تصريح لجون عبي ميكيل قال انا شفت صلاح بيعيط داخل غرفة ملابس ساعة لما كان موجود في تشيلسي مع مورينيو ما بين شوتين كان هو قدى الشوت الأول بشكل وحش ودخل قط الملابس وعاية مورينيو دخل عليه طبعا انت بتشوف اللعب بتاعك بيعيط ممكن تدي له فرصة في الشوت التاني واتطب عليه مورينيو قال له انت مش تلعب الشوت التاني مش تبقى موجود مع الفريق وكان قاسي جدا عليه ويمكن القصوة عليه في الفترة دي مع جوزي مورينيو فرقت معاه بعد كده دي قوت شخصينا بتكلم عليها لانه اي حد بواجه الظروف الصعبة دي كان ممكن يتكسر بس واحد عوملة بهذه القصوة من جانب فريق شلسيو من جانب اشهر مدرب في الوقت دو جوزي مورينيو ممكن يتكسر بس هو لا هو عمل استيب باك فيورنتينا بعدها من نهر روما بهدف روما بهذه القصوة بهذه القصوة بهذه القصوة بهذه القصوة قصوة ده طبعا مورينيو كان قاسي جدا خلينا اخذك لقصوة مارسيل كولور على زيزوالدو فيورينيو يعني كيف كانت المواجهة من وجهة نظركم واعتقد انه التجربة الأساسية يعني صحيح الرجل قدم اوراق اعتماده وقدم عروض قوية في الدوري وفي دوري الأبطال بس الناس كانت مستنينها تشوف مارسيل كولور في مباراة السوبر تحديدة شفتوه ازاي كيف كانت المواجهة هبتدي الأول بفروق خلينا يعني حلو مصطلح القصوة ده جيب وقته في صراحة لان اللي شفنا في المباراة يعني احنا شفنا تقريبا مش هنقول وان سايد جيم اه كان فيه تواجد للنادي الزمالك لكن الاهلي كان باين من الداي الاولى ان هو المتسيد المستحوز على الكرة زي ما قلنا ان الاهلي هيبدأ يباوى المستحوز على الكرة نادي الزمالك باسلوبه المعروف كان بيدور على كرة سبتة او خطف هدف لكن شفنا ازاي مارسيل كولور كان داخل المباراة قاري كويس نادي الزمالك افل الجبهة بتاعت امام عشور وفتوح وزيزه تماما واكرم ماشاء الله كان في المباراة الاول مرة احس ان الناس يعني مركزة اوي في التاكتك بتاع المديرين الفنين في المطش ده يعني كان واضح اوي ان فيه مواجهة فنية من العوارة التجيل بين جيزوالد وفريرا اخد بالك فريرا سبق يعني بالاهلي بالنسبة له كتاب مفتوح بزراج اللعب مع الحافظ اللعبته وعرف كل لعب لي ايه وعلي ايه مارسيل كولور ممكن يبقى شاف شرايط بس الشرايط في النهاية قصة وانك انت تبقى عشت الموقف وتبقى نزلت وقفت على ارض الملعب عملت كوتشنج قصة تانية خالص فبالتالي الصعوبات اكتر كانت في كافة كولور اكتر منها في كافة فريرا وما حسناش ان ده اول ديربي بالنسبة لمرسيل كولور فواضح انه هو عنده خبرات كبيرة جدا واعتقد ان اللعيبة في الملعب بترجم توتر المدرب لو المدرب متوتر او عنده افكار كتير ودايما قبل المباراة بيدخل افكار كتير وبيتكلم كتير ده بيظهر في الملعب بتوتر اللعبة نفسها لا ده ما حصلش وكان واضح ان فيه هدوء وكان فيه تركيز ايه الحاجات اللي حست انه فيه تفوق واضح فيها من كولور على حساب اليقى البدانية رقم واحد رقم واحد وده بيترجمه الشرط التاني وفرق المستوى الكبير جدا في الشرط التاني ما بين نادي الاهلي او لعبت النادي الاهلي والعبت نادي الزمالك كان النادي الاهلي حاضر للدقاء الاخيرة وكان قادر انه في الدقاء الاخيرة بهدف كريم فؤاد كان قادر ان هو يسجل هدفه اثنين وثلاثة في المساحات اللي اتفتحت كان واضح جدا انه مفيش رد فعلا من نادي الزمالك وانا اعتقد ان ده كان السبب فيه هو عامل اليقى البدانية اللي كان واضح لعبت النادي الاهلي تمركز كريم فؤاد الرائع اللي لازم نشيد بفكر مارسل كولور في التمركز ده انه هو لأ لاعب مش هيبه موجود في مركز الزهير الايمن وعنده قدرات هجومية كبيرة جدا عشان برضو احساسي ده توقع مش معلومة ده بوجهة نظرة شخصية انا شايف ان الحتة دي اللي الراها او اللي ازاقها المسر كولور سامي امصان ممكن اه ممكن يعني سامي كان شايف ده في كريم طبعا الراجل اكيد يعني شايفه برضو مش هيسمع الكلام يعني اكيد جرر لان سوارش كمان كان بيعتمد على كريم فؤاد في الوينج رايد وكابتن سامي امصان كان موجود ساعتها ساعة سوارش هو اول حد عمل كريم فؤاد كاوينج رايد فممكن يكون هو فعلا اللي نقالها الكلر تبديلاته رايته للمطش تعامله مع تغييرات فريرة شفتها ازاي خالد يعني انا انا عارف انه انا موجود في قناة الاهلي بس انا لازم اشير لحاجة مهمة جدا انه على الرغم من الهجمة دي ما عرفش ضوحة ازاي اول فرصة خطر اول فرصة في المطش اول فرصة خطيرة صحيح اه لازم اشير لحاجة مهمة جدا انه كل التعامل مع المباراة ما قبل المباراة بذكاء شديد جدا من ناحية اغلاق المفاتيح اللعب اراية خطة فريرة بشكل مميز ازاي يقفل على الجبهة اليمين تحديدا اللي هي شمال الاهلي فده واجبات دفاعية اكتر لعلي معلول وبقى فيه حرية حركة لحمد عبدالقادر التفاصيل اللي هي ما قبل المباراة كلها ارتفوق فيها ولكن خليه ما نغفلش حاجة مهمة جدا انه اللي سهل المباراة القصوى اللي كنت بتتكلم عليها اللي سهل المباراة هو الجمود الفكري بتاع فريرة في تنفيذ خطة لا طليق بطريقة الزمالك او بلعبت الزمالك فيه تطبيق 3-5-2 الزمالك مميز جدا في 3-4-3 في 4-3-3 ما عنديش مشكلة في الـ 2 3-5-2 الاعتماد على زيزو بدل ما هو وينجي مين او حتى يا سيدي هتلعبه مهاجم فهتلعبه في الناحية اليمين لا هتلعبه مهاجم في الناحية الشمال فبتفقد كل معيار للخطورة عند زيزو الاغلاق الكامل على امام عشور ده نقطة تفوق لكلر اللي هو بيزيد اكتر فيه الوينج رايت يعني فقفل تماما الوينج رايت تمام زيزو ما حسناش به لما جي يعمل التغييرات بتاعته طلع صيف الجزيري اللي هو الوحيد اللي ممكن يعمل مشكلة في الخط الامامي بالنسبة لاتفاع الAHLI فتمام فهو عمال فريرة في المباراة عمال يريح الAHI شوية شوية الميزة في ده ايه الميزة في ده ايه انه لما فريرة كان بيريح الAHLI الAHLI مكانش بيريح كلر ما كانش بيراح كلر كان بياخد منه ويعلي عليه فانت طلعتلي حمزة المثلوثي وبقيت بتلعب باتنين سنتر باكات رحت ونزلك محمد شريف تارجيت مان كنت في الاول بلعب منوشات من بره محطة شادي حسين مهاجم محطة لما فتحت لي المساحة اللي ما بين قلبين الدفاع بقى فيه يعني فيه ممر ممكن يروح منه فرح منزل الافشة عشان ينقل الكرة بسرعة او يمسك الكرة ويعطى اللعب ويستغل الفرصة وينقل الهجم الشق الامامي ونزل محمد شريف عشان يلعب على الجون فكلر تعامل مع تغييرات فريرة السيئة بطريقة رائعة اكثر من رائعة الصراحة ويحسب لكلر اكتر ما يحسب على يحسب لكلر طبعا طبعا يحسب لكلر يا الفكرة يا خالد ان الحتة اللي انت بتتكلم فيها دي جماهير نادي الزمالك قالت على فريرة عبقاري عشان بداية الموسم هو لجأ ان هو يغير الخطة ويخترع مكان جديد لحمد سيد زيزو بتحركه للجانب الايسر وفتح مساحة بتحرك فيها امام عشون انت متفق معك جدا بس هقولك بقى كولر عمل ايه في الحتة دي بالذات هو اكرم موجود بس اكرم ما كانش بيلعب ظهير اكرم كان بيرجع معاه طاهر عشان هو عارف ان زيزو هياخد التحرك العرضي ويفتح المساحة بحيث ان هو في لعب هيمشي وراه ويفتح معاه مساحة لكن مستر كولر طرب من لعيبة ان هي تبت مركز زي ما هي وطاهر هيرجع يبقى موجود في الظهير الايمن واكرم هيتسبت مكانه ما بين متولي وما بين طاهر هيبقى موجود دايما يقابل امام عشور في التحركاته اللي موجودة في الحتة دي عشان كده امام عشور في بداية الشوت الاول لما كان بيتحرك كان بيلاقي دايما اكرم في وشه وهو مش متعود ان الظهير الايمن هو اللي هيقابله على فاكرة وفيما يخص الجزئية دي الناس شيارت فيديو على سوشل ميديا انه اكرم اللي انتو فرحانين بيه بص على التعدى منه مرة واثنين 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 دا فيديو كوميدي او الفكرة فيها انه كولر اعتمد على اكرم في انه هو يقفل المساحة مش على انه هو يستخلص بشكل مباشر بدل ما يفضي المساحة كلها او بدل ما يسمح انه الهجمة توصل لحد اخر قط عند النادي الاهلي لأ انا هقفلك الحتة دي هجبرك ان انت تخش بشكل عرضي وزي بالضبط فارق ما كان بيقول طهر هو اللي بيرجع قفلت عليك اول ما بتحود عشان تدخل بشكل عرضي بتلاقي حمدي فتحي وبتلاقي طهر وبتلاقي عمر السوري بتلاقي كومبينة معمولة عليك فبالتالي اغلق تماما الحتة بتاع التمييز زيزو اللي كان المفروض نهاية بقى مميز فيها بسرعة على فكرة حتى مميز فيها قدام الفرق التانية الغريبة ان انت بتكرر نفس اللي عملته وماتش اللي عبليها على طول بالضبط هو في اوقات كتير جداً حاجات هنا او المقاييس هنا او المعيل اللي انت بقيمة أساسها الحقيقة تجيب لك يعني اللي انت بتشوفه تتابع بيها تجيب لك حالة من حالة التواهان يعني ما تبقاش فهمة الناس دي مع ولا ضد الناس دي صح ولا غلط اللي بتقال عليه في لحظة عبقرية ممكن او الطريقة يعني مش بكلم على الشخص تقال عليه في طريقة عبقرية ممكن في نفس اللحظة تانية او نفس الناس اللي اهم بتقولك اخطأ وخطأ فادح وكان سبب وكان هي هي نفس القصة وهي هي ومشكان هما هما نفس الاشخاص انا حاجة اخيرة بس هقولها لما تقال ان فريرة عايزين الجماهير تشوفه في الشوت التانية يبقى عامل زي لو اتأخر في النتيجة اتأخر في النتيجة هو ده اللي حصل زمالك مش عارف يعمل هجمة مش عارف يعمل باس اللعيبة مش قريبة من بعض الخطوط متبعدة على فكرة قبل ماتش السوبر هو ده نفس الكلام اللي انا قلته وهو ده اللي انا طبقته عمليا من الزمالك السموحة وسيراميكة في الدولة انا ما احترام الشديد طبعا يعني بحاول بقدر المصارع كون محايد ولكن ما احترام الشديد للزمالك وما احترام الشديد لكل الاندية الزمالك السيزن اللي فات كان بيتأخر بجونه اتنين ويعرف يعود لحد اخر ثانية في المباراة ولكن امام الاهلي قصة مختلفة امام الاهلي في ضغط نفسي على العيد لسه لعيدة الزمالك مش قادرة تتخلص او لسه نادي الزمالك مش قادر يتخلص من الضغط النفسي اللي بيتحط فيه في كل مباراة في مواجهة الاهلي لسه في خوف من الاهلي حتى لو الزمالك فنيا وبدنيا افضل زي ما كان في الموسم اللي فات الزمالك مباراة الاهلي كسبوا مباراة عدد اوضح حاجة بس اخيرة قصتي في الموضوع مش الزمالك على الاطلاق قصتي هما جهبزة التحليل وخبراء الاستوديوهات التحليلية للحقيقة طلعوا وانا برضو الحقيقة بحترم جزوالدو فريرة بشوف واحد من افضل مديرين الفنيين لكن الحقيقة كنت انتظر دايما المعاملة بالمثل يعني انا في عز تقلق وتوهج بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي لم يستم في اي مباراة او في اي بطولة او في اي مواجهة من حالة تقطيع مستمرة وتشكيك في قدرات الرجل رغم تحقيق انجازات لم يحققها اي مدير فني يشتغل في مصر هنا كان وطني او كان مصر يعني او كان اجنبي هنا لازم افقد الحياة الحقيقة ولازم امتحيز النادي الاهلي لكن قصتي مش قصة زمالك والكلام مش مقصود بيه خالص نادي الزمالك له كل التقدير دايما وكل الاحترام بالتأكيد خلينا روح لفاصل ونرجع نتكلم بقى على مواجهة بكرة ان شاء الله الاهلي في مواجهة الداخلية قبل ما نفتح ملاف الشامبيونز ليج سؤالنا في بداية الحلقة كان على مطش الداخلية تحديدا توقعتك لمباراة بكرة كنتيجة يعني ورأيك في التشكيل المنتظر للنادي الاهلي علما بأن طبعا السؤال موجود قدامكم او كان خلاص بقى يعني ان خلاص هناخد جزء من الاجابات في نهاية الفقرة اللي جاية دي بكرة غيابات الاهلي كتير بكرة فيه تمن لعيبة بتغيب عن نادي الاهلي عمار طبعا اللي بيواصل فترة التأهيل عبد المنعم طاهر الشحات معلول وعمر السلية دي غيابات الاهلي عن مباراة بكرة خليني اخد رأي خالد وفاروق وزي ما هستعرض طبعا جزء منهاراكم في شكل المواجهة بكرة انا بشوفها مواجهة صعبة بكل المقيس وطريقة اللعب والتشكيل الاقرب من وجهة نظركم سريعا جدا تديب خالد تمام فيه غيابات كتير جدا فيه تشكيل الاهلي بس الميزة في الاهلي السنة دي انه عنده بدل الحل اثنين وثلاثة عندك عدد من اللعيبة الصغيرين الكولر في المباراة اللي فاتت دي كلها فترة الاعداد والمباراة اللي فاتت حتى في مباراة الزمالك راح مطلع حد من نص ما لا مش فاكر كمين ومنزل فخري برضو عشان يديله حساسية الماتش عشان يديله طلع سلية تمام طلع عمر السلية ونزل مكانه محمد فخري ففكرة الروتيشن دي مفيدة جدا بالنسبة لأهلي في الأوقات الصعبة اللي زي دي فيه غيابات كتير جدا بسبب نزلات برد وبسبب ظروف مختلفة يعني اعتقد انه قفشة ممكن يلعب فيه المحور جنب حمدي فاتحي لتعويض غياب عمر السلية وديانج بالزبط كده برونو سافيو اعتقد انه هو ممكن يفضل فيه مكانه كصانع لعب طبعا هنشوف طاهر مش موجود خلينا نبدأ من ورا ممكن نبدأ بمحمد الشناوي اقرى من توفيق محمد عبد منعم غايب عشان العملية فممكن مكانه يبقى انا اتمنى اشوف محمد المغربي اعتقد ان ياسر ابراهيم هو الاقرب او ايمن اشرف بس اتمنى اشوف محمد المغربي لانه راجع من رحلة احتراف والناس كانت بتشيد به وحتى شفناه في مباراة الكأس الربطة الموسم اللي فات كان بيقدي بشكل كويس يعني فاتمنى ان انا اشوف محمد المغربي جنب محمود متواني اشرف ومصطفى سعد ومغربي وحمزة علاء لسه كانوا جاء لسه متفرجين عليهم مع المنتخب وليمبي بالزبط بالزبط وقدوا بشكل كويس بشكل كويس جدا اه طبعا يعني زي ما كنت لسه انت بتقول في في الوف اير المنافس ما كانش بهذه القوة ولكن حتى المنتخب كان يعني فيه شغل موديل فني واضح ان الميكالي شغال مع المنتخب الواحد لما بيشوف دلوقتي قائمة النادي الاهلي احنا بدون فيه غيابات كتير جدا وبترجع تشوف الاسماء اللي موجودة مشاء الله اسماء كلها تخض يعني هنا بنتكلم عايزين صفحات يعني انت بتكلم هورا على ياسر إبراهيم وايمن أشرف هم ربيع برا لسه ربيع برا لسه ربيع برا لسه واحد من أفضل العيبة المدافعين اللي موجودين حاليا في مصر ومحمد عبد المنعم فهم الاثنين بيتخانوا على مركز واحد اثنين لعيبة دوليين اثنين لعيبة مستواهم عظيم جدا وكانوا في الموسمين اللي احنا خدنا فيهم هم الاساسيين هم الاساسيين فدي المنافسة اللي موجودة واللي اعتقد ان مستر كولر بيعمل واللي ما تنساش برضو واللي نضم لهم واحد اللي انكت بكام مغربي واحد من البرامسنج تالنت اللي موجودين في مصر وعلى الجانب الايصر في غياب معلول اعتقد ان ممكن رقفة خليل ممك هو اللعيبة اللي راجع من المنتخب ممكن ما يكونش لها دور قوي من البداية طبعا كان لهم تجربة عن المنتخب جيدة جدا لكن انا اتمنى شوف رقفة في الفترة اللي جاية والموسم ده هو اللي ياخد وياخد مشاركات اكتر لانه هو لعب شفناه في البطولة في السعودية كان واحد من افضل لعب المنتخب فهو لو كان موجود بكرة اعتقد انه يبقى فيه شوية تغييرات كده في وسط الملعب اعتقد كوكا ممكن يبقى ليه دور في الملعب وده لا ينتقس اللي فاروق بيقوله لا ينتقس مع محمد اشرف لأن محمد اشرف برضو لعب كويس ولو نزل هيسد ويقد بشكل مميز جدا زي ما شفناه في نهاية الموسم اللي فات طب بقولك يا فاروق ما تيجي نمشي مع بعض كده يلا بعد اذن احمد الاستاذ احمد سمير نمشي مع بعض كده مركز مركز لتوقعاتنا لتشكيل بكرة شناوي طب انا قلت انا قلت شناوي اكرم توفيق ايمن اشرف متولي محمود متولي علي معلول انتظر معلول يبقى موجوم لا معلول برا برا اوه معلول برا يبقى رافض خليل رافض خليل ايمن اشرف مكان معلول وتحط في القلب مثلا ياسر ابروهيم ياسر مع ده يعني ممكن ده يبقى لو فيه مطش محتاج بتأمن دفاعك اكتر شوية ايمن اشرف مش مميز وهو بيلعب في الباكليفت مش مميز شوية في الانطلاقات الهجومية بيعملها بس عشان بيلعب بقى له كتير كسنتر باك فالحساسية بتاعت مركز الباكليفت قلت عنده شوية فلو عايز لو معلول موجود ما اعتقدش ان فيه حد موجود اصلا في الهيبا يقدر فهو لو موجود هو اكيد اللي هيبقى نعتقد رقفة خليل تمام في وسط الملعب حمدي طبعا هو الخط الخلف انا اتفل معك ايمن ايمن انا انا شايف ان هو ايمن عايز يلعب وايمن لما بيكون فيه منافسة اعتقد ان ده تفرق معه في مستوى هو ما اعتقدش ان ايمن حتى هبط يعني كان فيه ضغط عليه شوية لكن ايمن لو خاد فرصة اعتقد ان هو هينافس بشدة متولي وعبد المنعم وطبعا الاختبارات صعبية وانه مستر كولر مقتنع به هو وارب الزت اخلينا اقول ياسر وايمن لعبة كويس استهلكوا بشكل طبيعي فبرضو انت ما شفتهم بعد ما رجعهم الراحة وقفين على رجعهم ازاي فاهم يعني بس حماس في عينيهم وانهما انا شفت ايمن عايز يلعب الرجل وزعلان ايمن فيه فترة من الزمن كان هو اللي شايل دفاع الاهلي لما ايمن بدأ يقل ياسر ابراهيم كان هو اللي شايل دفاع الاهلي وقدموا مستويات مميزة جدا فالتنين لا خلاف على انهما اعتقد ان انا هتفق معك في فخري لانه فخري اقنع اقنع انا هراحل على افشا بس انا سنائية افشا وبرونو سافيو في نص الملعب دي مستنى شوفها بزقار يعني انا شايف انه انه افشا لو لعب جنب برونو سافيو وممكن في مطش زي مطش الداخلية كده اعتقد انه لا كرة الاهلي هتتغير بشكل كبير افضل شكل اربعة اتنين ثلاثة واحد اتفرجت عليه الاهلي كان بوجود حسام عشور حسام غالي الاتنين جنب بعض ليه واحد دستروير بواحد بلايميكر متأخر ريجيستا واحد بيقطع وبيباصي وواحد عنده القدرة على انه هو يصنع مليات بزبط كده فلما تلعب بريجيستا ورق او بلايميكر متأخر وقدامه بلايميكر مهمة جدا جدا الملاحظة دي ازاي انا نسيت اقولها بعد ما اطفل السوكور انا شايف ان برونو سافيو بجد والله مش باز برونو سافيو لازم يتكلم عربي برونو سافيو لازم يدرس يتعلم مش لازم يتعلم لغة عربية فصحة وقواعد ونحو وكده بس لازم ياخد دروس عربي عشان انا حسنت اه احسنت ان فيه ميس كومنيكيشن شوية في الملعب مع اللعيبة يعني حاسس انه لازم يبتدي يتعلم ياخد كده مفردات معينة يعرف يتكلم بيها بس لغاية لما عارف لما هيعد في مصر ان شاء الله فترة طويلة اكيد لازم لعبة مع الوقت هتاخد ان هي معافل ملعب لعيب بأفكار عالية جدا بيلعب كعوب في حتة غريبة لو هو تواصل معافل كعب اللي بيعمله ممكن يروح انفراره انا اي لعيب بتبقى عينه فوق يعني اي لعيب كرة تحت رجله هو شايف مش بسس على الارض ومش بسس على الكرة ده لعيب النسبالي اراعن عليه بشكل كبير جدا شايف دايما تحرك واخد القرار من قبل ما الكرة توصل له في حاجاتك معينة وعلى فكرة وده اشكرك جدا والله وده تحديدا اللي انا عايز افشي يلعب في نص الملعب عشانه افشي لما بيلعب قدام ركزوا معا كده او رجعوا تفرجوا على متشارل فات افشي لما بيلعب قدام بيبص تحت ليه لان هو بيبقى قريب من المنطقة فعايز يسيطر على الكرة عايز يفتح نفسه باستج عايز لما بيلعب تمانية لما بيلعب تمانية يبقى بصص لفوق يبقى بصص في كل حتة في المالعب بعدين بيتحكم يا خالد في الريتم الريتم النادي الاهلي بشكل ممتاز جدا لما نزل بديل في الشرط التاني في ماتش زمان عمل فرق طبعا اتحكم في الريتم انت مش عايز سربعة ولا هو ايه بياخد الكرة وبيقف عليها طب انتو خط الدفاع وخط النص تعالوا نشوف الناس قالت ايه في خط الهجوم عشان وعبدالقادر وشادي وتاو او الشحة الشحات بره قصة طيب ماشي يعني اتفق مع 70% من كلام سيد عصام ماشي ايش اكرم طهر طهر كده كده بره ايقاف طهر واخد كرتة احمر فمش موجود بكر اه شنوي اكرم وياسر ومتولي ومحمد أشرف او ايمن أشرف وابقى حط أشرف احنا اني بغن نختار يعني حمدي والسلية بره الحسابات برضو حمدي والسلية عبدالقادر وسابيو والشحات الشحات بره الحسابات وشادي والتغيير بأشريف وحسام حسن وتاو وكريم البديل افضل تمام اللي هو شايفه جده الجديد طيب نروح لرأي تاني تشبيح حلو مصطفى علي داود الشناوي ايمن ياسر متولي اكرم حمدي والسلية السلية بره الحسابات عبدالقادر وسابيو وكريم وشادي كله فيه اجماعة على كريم في المركز الوضح الناس اختنع الدفير ابيارت شاء الله تات الصفة الالي تشكيل شناوي ومتولي وياسر واكرم وايمن وحمدي والسلية وبرونو وحسين وعبدالقادر وشريف برضو تاني السلية وحسين بره الحسابات اي كانت تشكيل الهيال احمد حسن شناوي ايمن واشرف ايمن اشرف وياسر ومتولي واكرم توفيق حمدي وفخري حسين الشحات هي دي اللي جلت منك وسافيو وتاو ومحمد شريف حمد رجب الشناوي اكرم ومتولي وياسر ومحمد اشرف كوكا وحمدي فتحي افشا وبرونو وعبدالقادر وشادي حسين برضو يعني قربت من التشكيل البكرة عندنا جمهور عظم نادي في الكون الشناوي اكرم وياسر ومتولي وايمن حمدي وفخري افشا والشحات شحات لازم واحد يقلش لازم واحد اه واحد تقلش وشريف وكريم والنتيجة فوزر الاهلي بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ريمون نبيل الشناوي اكرم ياسر متولي ايمن اشرف الناس تفعل خط الدفاع حمدي فتحي وافشا وصافيو عبدالقاذر وتو شادي يقول نبيل قريب جدا جدا على الأقل كلهم موجودين على الأقل كلهم موجودين يعني مبدئيا ماشي شغال يعني اخيارات 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 لو برسيتاو برضو ازاي غفلنا اعتقد في المنافسة اللي موجودة في الآله هو لو خد فرصة اعتقد انه على فرسيتاو في التوايد لازم يبقى تدريجي يعني يفعش تدخله مرة واحدة لانه محتاج ياخد سنة بسنة عشان يعني يخش تدريجي كده يستعيد ثقة لانه ثقة مهمة جدا بالنسبة لكن هو بدنيا وفنان جاهز للمشاركة طيب فاصل بقى ونرجع نفتح ملف وموجهات النهاردة قال هي مش كلها نارية بس عندنا اتنين من العيار التقيل هنعرف تفاصيل كلها مع حضراتكم ومع ضيوفنا طبعا في السادسة بعد فاصل الأخير لما مع حضراتكم الموقف قبل يمكن ساعات واخدوا بالك عشان حصل يعني فروق في التوقيتات هتبقى مطشطة النهاردة بتطلعها بالساعة عشرة بالليل مش تسعة زي ما تعودنا في الجوالات الخامسة الأخيرة استعرضنا معكم مواجهات النهاردة قلت لكم فيه مطشين يعني قوة عظمة عندنا نابلي في مواجهة ليفر بول والاثنين ضمنوا التأهل لكن مين أول مين ثاني وعندنا كمان انتر في مواجهة باي ميونيخ دي المطشاط اللي هي يعني فيها كلاشات أو صدمات من العيار التقيل لكن تعالوا نفكركم كده ونقول لكم الموقف في المجموعات الشامبيونز ديج قبل طبعا بداية الجولة الأخيرة هتبتدي النهاردة وتستمر معنا لغاية بكرة إن شاء الله نشوف المجموعة ايه خالد تفضل تاخد انت ايه طيب هقول لك أنا نابلي في الصدارة 15 ليفر بول 12 ليفر بول نهاردة محتاج يكسب أكتر من أربعة لأنه شاء الله 4-0 تحديدا عشان يركب أول في المجموعة بعد كده عاكس ورينجرز لتنين باي باي المجموعة محسومة محسومة ليفر بول ممكن يلعب بغشومية بزراب تريس عايز أقول لك يعني مش خص تتكلم في حاجة خالد نتكلمه قبل المباراة دي نيورجن كلوب عنده مباراة ضد توتنهم في الدورة نابولي ليفر بول وبعد كده نرجع نتكلم نروح للمجموعة بي كلوب روج مازال مستمر في صدار عشر نقاط بورتول بورتغالي تسعة نقاط في مركز ثاني أتلاتكو مادريد باي باي سيناريو سيناريو ريال أتلاتكو مادريد أتلاتكو مادريد مش ممكن يا جماعة أنا لو ما كان جمهورهم مش عارف إحساسي سيناريو مش طبيعي سيناريو مش طبيعي وبار ليفر كوزن طبعا ودع مع أتلاتكو ورصيد أربع نقاط في المركز الرابع نروح للسي كرة بتعال كل مطش ممكن تاخد درس جديد في كورة القدم مجموعة السي عندنا باي ميونيخ وإنتر في الصدارة خلاص لتنين تأهلوا لقاء النهاردة تحصيل حاصل برشلونة لليج أربع نقاط لا تتناسب تماما مع حجم الأسماء والصفقات وتشعبي وتموحات جمهور برشلونة وفكتوريا بيلزن طبعا صفر من النقاط لم يحضر للمطولة لا ده تمام ولا تتناسب مع ده برشلونة المحلي صحيح ولا تتناسب مع ده برشلونة هم تخطفوا أو تسرقوا أو لسه يمكن يعني يروح الفانيلا الحمر نروح للمجموعة دي المجموعة دي عندك تقوم في المجموعة دي يعني طب هقف عند المجموعة دي وسألكم سؤال سريع عنها مين أقرب من وجهة يعني توتنهام نشبونا فرانكفورت مرسيليا المجموعة دي أي فرقة هتكسب هتصعد فرقتين بس اللي ممكن يتعدلوا يصعدوا مين هم توتنم وأعتقد سبورتنج يعني سبورتنج تتعدل تسعد توتنم يتعدل تتعدل تسعد أي فرقة تاني بقى كسبت هي تتأهل تتأهل الفرق بين الأول والرابع نقطتين توتنهام ملعب مرسيليا وليشبونا هلعب فرانكفورت صعبة جدا مرسيليا يقسب يطلع توتنهام يعني هو لغاية الجولة الخمسة متصدر يجي في السادسة يقولك باي باي طيب نروح للمجموعة مجموعة الخمسة عندنا تشيلسي كل الفرق عندها حظوظ يعني كل الفرق عندهم حظوظ في التأهل معادة تشيلسي ضمن تشيلسي ضمن التأهل تشيلسي ضمن التأهل ودينمو ضمن أنه ما يسعتش ودينمو ضمن أنه ما يسعتش لأنه حتى لو وصل لسبع مقاطعة متساوي مع ميلا ميلا كسبان وذهابا وقيابا في فرق المباشرة صلاح ميلا يبقى اللي عنده فرصة هو ريد بول ساليسبرج ريد بول ساليسبرج وميلا هم اللي بيتنفسهم ماركسالة يعني المباراة دي نفسك فيها ناس تابعها دي ضرب نار ضرب نار ضرب نار نفسك في ايه بص أنا نفسي يعني تكمل طبعا ما ينفعش أقول نفسي ما كملش طبعا بس فرصة شبه معدومة معدومة إن أنا هتقعب ممكن ممكن جدا جدا كجمهور تفكر في ايه أروح يوروبا ليج وحا كجمهور لا كجمهور هقول تشامبينز ليج ليها بريط وبتعب السنة كناقد وكمحب كمحلل وكمحب للميلا شايف إن فرص المشروع هتبقى أفضل إن احنا نكمل بالخطوات الثابتة اللي ماشيين عليها في اليوروبا ليج السنانية السنة اللي جاي بقى نشوف تشامبينز ليج نروح للمجموعة المجموعة السادسة الريال مدريد طبعا ضمن تأهل معا طبعا لايبزيج تسع نقاط شاختار ستة نقاط وفي المركز الثالث لسه عنده فرصة أخيرة وسالتك طبعا نودع برصيد نقطتين نروح للمجموعة جي في المجموعة جي عندنا السيتي طبعا المرشح الأول والأقوى والأصلب والأعنب 11 نقطة ضمن التأهل معا بروسيا دورت منتمن نقاط ضمن التأهل عندنا إجبيلية خمس نقاط كوبينهاجن نقطتين لاثنين باي باي آخر مجموعة مجموعة سان جيرمان في الصدار 11 نقطة مع بانفك 11 نقطة واليوفي باي باي يوروبا ليك هذا شكل المجموعي نروح نابولي ليفر نابولي ليفر دي كان قابليها كلام كتير أنا عايز كنتم لاثنين هطرح عليكم التساؤل ده أنتم بقى اتنين مدربين دلوقتي مكان يورجون كلوب لابسين الكاب وهو رجل اللي بيسأل هنا اللي بيسأل هنا اللي بيسأل هنا عليش ما أنا أحطك مكان يورجون كلوب أعوضك لو أنت مكان يورجون كلوب عندك مباراة صعبة في الدوري داد توتنام ومباراة أدائك في الدوري محتاج كل نقطة أنا الدوري بالنسبة لي بروفا بطمرن وبجرب للشامبيونز ليك أنا أخذ قرار أنه أنا بعيد جدا طموحي في البريمير ليج ليج مش المنافسة على اللقب طموحي بس أن أنا أصحح وضعي بس على الأقل على مركز أوروبا على الأقل تتبقى موجود في الأربعة الكبار وفي الدوري الانجليزي صعب الدوري الإنجليزي خبالك التنافس على الأربعة الكبار زي وزي القمة بالضبط بس فورسيتي فورسيتي في الشامبيونز ليج أكبر بكتير جدا من فورسيتي في البريمير ليج ماشي بس أنت كده كده تأهلت وانت عايز تكسب 4-0 نابولي من ضمن أعتقد في الريتين دلوقتي حاليا فوربا ما تهزموش أريد تكسبوهم في ملعبك أول أمفل طبعا ممكن تكسب فيه لكن تكسب 4-0 عشان تاخد مركز الصدارة أعتقد أنها نتيجة صعبة ليفربول لازم يفكر في مباراة توتنم يلعب بالتشكيل بس خلي بالك حسابة المكسب أوروبيا أننا يمسي وانت نابولي اللي شايلني أربعة أقدر أكسبه ده في حد ذاته مهم جدا عشان أقدر لو أنا حطت التارجد في قطة اللبس بيني وبين اللعيبة أجماعة احنا السيزن ده هشغالين على تشامبينز ليج مهم جدا أنك أنت تعمل مكسب ده قدام نابولي ومش مهم الأربعة يعني اكسب واحد اكسب اثنين اكسب واحد اكسب اثنين بس تكسب عشان تقدر تقنع نفسك وتقنع التين بسعة أنك أنت تقدر تكمل أنك أنت تقدر تكمل واخش بقوة جدا المباراة ونشوف بقى مباراة الدوري مع توتنام فرقة صعبة جدا هتيجي من مباراة صعبة بالله يبص في الدوري ليفربول السناني ملوش مقياس يعني يكسب الستي ويروح يخسر من ليدز يعني فهم يعني يلعب ماتشاد صعبة جدا وكبيرة جدا ويكسب وتقول ليفربول رجع تلاقي الأسبوع اللي بعده على طول ليفربول بيتعادل سيئة مباراة خوية جدا نابولي وليفربول فرقتين أعتقد فرقتين يعني نابولي السناني واحد من أفضل فرق أوروبا في سواء في الداخل إيطاليا أو في بطول الدوري الأبطال فإحنا منتظرين المباراة دي على ملعب الأنفل اللي هتبقى اختبار حقيقي لسباليتي ونابولي أعتقد هو الاختبار الأصعب لحد دلوقتي مسافر أمصرمة جدا بالنسبة لنابولي في عناصرها الفردية بالضبط مع أجواء إنجلترا اختبار قوي جدا بالنسبة لعيبة نابول لأن اللعيبة كلها ما عنداش خبرة لعيبة ممردش بالأجواء دي قبل كده عايزة شوفهم والجمهير عايزة تشوفهم حتى جمهيرهم هما شخصين عايزين يشوفهم في أجواء أوروبا عامليني إزاي في ملعب صعبة أنا لفت نظري في تجربة نابولي وسبالاتي تحديدا فكرة أنه الفريق يعني أنا توقعت أنه يحصل فيه دروب الفريق ساب أو تخلى عن أهم نجوم يعني الناس لو نزلت الشارع سألت يا جماعة مين بلعب في نابولي صعب جدا كان من مثلا سيزن أو اتنين ممكن كوليبالي ميرتنز ده بالكتير يعني لو حد عرف إنسيني وميرتنز وكوليبالي النهاردة النجوم دي رحلت عن الفريق ورغم كده نابولي في منتهى التماسك وما فيش حد تقدر تسأل مين نجم يعني باستثناء خفيتش كبرتسخيل باستثناء الاسم ده ما فيش حد عالمي أو ما فيش حد كلاس اي تقدر تقول عليه إنه نجم شاي للفريق ورغم كده كرته جماعيا وده يحصل فيها طبعا ودي الفكرة عشرة العشرة ودي الفكرة هي الفكرة إن أنت تخلصت من سيطرة الأفراد وحولت المنظومة الجماعية معتمد فيها على مهارات الأفراد أنت ما تخلتش عن مهارات الأفراد يعني أنت لما شلت إنسيني نحن كنا نكلمنا عنها قبل كده بس هقولها في عجالة لما شلت إنسيني جبت واحد حريف زيه بس بيعمل أدوار مركبة في الملعب مش مجرد أن هو لعيب خاط زي إنسيني بيجري على الخط ويقطه مشهود أرته لأ هو دائما بينزل يبقى حل ثالث جنب أي حد مع الكرة كمفتاح لعب بيخش جوه المنطقة الفكرة أن أنت تخليت عن مناطق القوة اللي عندك ميرتنز وإنسيني وبدلتهم بمنظومة لعب جماعي في نص الملعب اللي هم لوبوتكا وأنجويسا وزيلناسكي وقدامهم كافرتسخيليا خفيتشاك كافرتسخيليا المميز جدا هو حريف ويعرف يروح واحد على واحد واحد على تين واحد على تلاتة بس هو عمل زي مستي في بداياته فكرة أن أنا حريف بس مش بعتمد على اللعب الفردي أكتر أنا بطوع اللعب الفردي لصالح اللعب الجماعي فهذه الفكرة مساحة وراء أرنلد هتبقى مستلح كلاب روج ده أردن السندي رايح في حتة سيئ جدا وبالعب على كافرتسخيليا أكمل على خالف حاجة إن شجاعة في افتخاذ قرارات الاستثمار أنا رايح أجيب واحد من الدور الجورجي بدفع فيه عشرة مليون رايح أجيب لبوتكا من الدور الأسباني بدفع فيه خمسة وعشرين مليون وهو لاعب ما كانش ليه الاسم أو مش معروف ورغم كده تحول في خلال عشر ماتشات أو حداشر ماتش واحد من أكتر العاب المطلوح نص الملعب دلوقتي في أوروبا وأنا جايبه بخمسة وعشرين ممكن أبيعه بمئة مليون أو بتمانين مليون هيا دي بقى اللي هو ده الاستثمار وهو ده العين الحلو العين العين الرهان على العين في الآخر كلاب روج ولا نابولي هو مفاجئة بطولة الشامبيونزليج السنة أو هو الحصان الأسود من وجهة نظركم ويقدروا يروحوا لغاية فيه لا الحصان الأسود نابولي المفاجئة بروج بس المجموعة بروج برضو ما نقدرش نقول إن فيها فرقة كبيرة قاتلتكم مدريد بس برضو ما كانش فيه الفرقة الكبيرة اللي نقدر نقول إن هي تأثر على كلاب بروج وبعدين بورتو بدأ بداية وحش سيئة جدا أنت حطتني من شوية مكان يورجين كلوب أنا حطتك مكان سيميوني لوقتي لكده إحساسك إيه في ضربة الجزاء اللي جات لك والتريك قلينا نشرح السيناريو اللي حصل هو المباراة انتهت بتعادل لتنين وخلاص الفريتين بره فبعد المباراة انتهت كان فيه لقطة شك فيها لضربة جزاء لصالح أتلتكو مدريد رجع الحكم وقال انها فعلا ضربة جزاء ورجعوا تاني للمباراة كله قال خلاص ان راكلة الجزاء دي هتكسب أتلتكو مدريد 3-2 بسناريو يرجع تاني المنافسة بسناريو الغريب اللي ضربة الجزاء بتضيع بترد تاني بترد بكورة في العرضة بترد المحاولة تالتة بيطلعها وعلى فكرة أول سيناريو يشل يعني السيناريو أنا متعاطف معه جدا لا أنا بقول لك حت نفسك مكان جمهور أتلتكو مدريد الأمل يرجع يعني الأمل مش ماتوا الدفن يعني خلاص مفيش أمل فيرجع مرة تانية فيروح الأمل في مرة وفي اثنين وفي ثلاثة كانت صعب جدا وخروج الأقصى يعني والأصعب الحقيقة تعالوا نشوف الإحصائيات الخاصة بالبطولة لغاية اللحظة اللي هميكلامكم فيها يعني قبل بداية الجولة السادسة النهاردة دي أهم الإحصائيات الخاصة بالبطولة 48 هدف 3.10 برماتش كل 29 دقيقة معدل تهديفي مميز جيد أعتقد المعدل ده باحتساب الدور التمهيد أعتقد لأن معدل ده كبير جدا 250 هدف في المباريات دور المجموعات أعتقد بالدور التمهيد طبعا دي الأهداف المسجلة أكتر أو أقوى هجوم نابولي ده اللي كنا نتكلم عليه فكرة اللعب الجماعي والمنظومة نابولي باعل عحساب العتاولة كلهم عحساب كل بزبط فلا نابولي مميزة جدا جدا وعلى فكرة أنا برضو نسي أقول على حاجة مهمة وهو الكوري تقريبا كم المدافع بتاع نابولي فكرة أنت بتأمن دفاعك وبتلعب بواحد عنده القدرة على صناعة اللعب من المناطق الخلفية وعلى تنظيم خط الدفاع كم ده مكانش معروف على الإطلاق وكان متوقع أنه يبقى ثغرة الدفاع مرة واحدة بيتحول أهم نجم في نابولي بيتحول ماريو روي لصنع لعب في نابولي بالإنطلاقات بتاعته لا نابولي مميزة جدا يعني ندعوكم لمتابع أنا عارف أنها مش فرقة ملهاش جمهور في مصر بس يعني لها ربطة ربطة مشجعين في مصر يعني بس يعني فيها كام نابولي لا لا لها وكلهم أصحابنا عشان رابط أنديت إيطاليا كلها بتعود مع بعض لأ نابولي ربطة محترمة فعلا يعني كل التهاريم بس يعني اللي مالوش في نابولي أنا لو عايز فرج على فريق بلعب كرة حلوة فرج على نابولي أنا بس أنا عايز أرجع لو تسمح للصورة اللي فاتت بس طب ما عليش نرجع لأقوى هجومية مرة هجومية نرجع لأقوى أنا أتكلم على باير مينيخ باير مينيخ مسجل 16 هدف قبل البطولة باير مينيخ وقع في مجموعة الموت مجموعة صعبة جدا ضد برشلونة بالإنتر لكن البيارن هو الباير الثاني فرقة في القيمة بعد ما كله ألدى باير ممكن لكن البيار بيسهجل في برشلونة أنا مستني في اللي جاي أنا مستني باير هيتطلع السيتي يعني قريب لا ماشي الأيام بيننا الاستحواز اقرأ بيه مايكسبش مطلق مايكسبش مطلق 65% طبعا استحواز من سيتي وده شيء متوقع للكرة بيب جورديولا المعروفة بالاستحواز اللي كان غريب شوية تشيلسي تشيلسي 61% وهو تاني في القيمة ده باشتونة 60% مرسيليا برضو السنة دي من الفرق اللي بتلعب كرة مياه فرق الاختيار منهم من توتن هم صعب في التأهل يا فرق منهم هلا هتتأهل انا مرسيليا بصراحة انا بحب توتن هم بصراحة بحب مرسيليا لا هيلعب مرسيليا طيب نروح دقة التمرير خالد باسنج أكيريسي دقة التمرير توني كروس في المركز الأول كيفين دي بروين في المركز الثاني ليونال ميسي في المركز الثالث ريال مادريد 91.6 ده بيؤكد على اللي احنا كنا منقوله في الحلقات اللي فاتت هو قوة خط وسط ريال مادريد وقدرتها على نقل الكورة خاصة مع وجود توني كروس مهندس المساحة منشستر سيتي نفس القصة 91.6 نفس الاكيريسي بالضبط بتاعة ريال مادريد في ظل وجود واحد زي كيفين دي بروين وقدرته على التمرير فده شيء منطقي جدا برضو باريس سان جرمان الفكرة في الموضوع هي البوزيشنينج عند برشلونة وده اللي قلناه بالضبط في الحلقة اللي فاتت السلايدي اللي فاتت كانت البوزيشنينج برشلونة في المركز الثالث ب60% استحواز الباسنج في المركز الرابع ب88% دق التمرير وده معناه انه برشلونة عندها مشكلة حقيقية في التمرير في الخروج بالكورة تمام بس اللي قدامي ده منطقي حتى موجود شنسي سريعا عشان عايز اختب معكم بميسي و سيار سيفن دول طبعا الهدفين كيليا نمبابي هقولهم أنا بسريعا جال نمبابي ستة أهداف معه ابو صلاح ستة أهداف في الصدارة وراهم هالند خمس أهداف ليفندافسكي خمس أهداف ميسي أربع أهداف و ريبودري اعتقد أتمنى ما يريحش صلاح النهار ده راسبادوري بس راسبادوري خلاص ما بقى شبير اعتمنى يبقى موجود في المباراة وراسبادوري مشاهل العب الصناعة جوتا ديوغو جوتا ليفر في مركز أول أربع أسستات جو كانسيل أربع سيتي طبعا ميسي تلاتة اثنين نابولي تسخيلية تلاتة زامبو محاولات على المرمى مبابي برضو في الصدارة 11 ريفاندوسك 11 بنيسي جونيور 10 صلاح 10 جيرو في الميلان طبعا 10 وغريزمان في أتلاتكو مدريد 10 محاولات على المرمى منهم واحدة في العرض تخرجوا بيها الإنقاذ من يولي 27 تروبين 27 جربارا 24 أونانا الإنتر 23 ليفاكوفيتش 21 و بازغير إنتر 20 إنقاذ عندنا أونانا وعندنا مندي دلوقتي حتنين حراس مرمى يعني فأفرق بيلعب حلو غريب من أفضل حارس في العالم يعني أعتقد دي لعنة بار فرعن كنت لسي أقول قبل ما أفتل أقافل شامبيو وهكمل معاكم طبعا نحن هنسخن بقى ونهل على الدنيا من بعد الجولة السادسة خلينا بس أروح لخبرين أو مش خبرين خبر عن ميسي ومقارنة بمناسبة أنا عارف أنه بهور سياة 7 مش مبسوط من منشستر يونيتد ومش مبسوط قوي من تانهاج هنعمل لكم كده أحصائية لطيفة جدا نستعرضها مع خالد وفاروق المان يونيتد بالدون ومن غير الدون ده أرقام عاملة إزاي وقصة ميسي والإنتر مايامي الأمريكي هنبتدي بإيه قصة مريبة جدا قصة مريبة جدا مع ميسي وانا عليها كلام على رونالدو كتير اه انتقال ميسي لإنتر مايامي يعني الكلام مش هيحصل فاروق أنا قبل ما يجي لسه شايف خبر نازل في سبورت في صاحبة سبورت طبعا أي خبر تنزله على برشلونة ممكن بقول أي كلام ولكن الفكرة أنا براهن عليها انه ميسي مش دلوقتي مش هتخلص الكرير على عهد انه انه الاغلب السيناريو الاغلب طبعا انه على خطة ديفيد بيكام انه ليرونال ميسي هينتقل الدولي الامريكي وهيلعب لصالح إنتر مايامي بعد نهاية مشواره هو مملوك ديفيد بيكام بس مش هو اللي بيقود المفاوضات هما شركاء والاتنين هما اتنين اخوات شركاء في النادي هما اللي بيقود مفاوضات مع مسل كريستيان رونالدو والأرقام اللي هتظهر على الشاشة الوقت ممكن تدي إجابة بس أنا هسمع الرد أو الرأي من خالد ومن فاروق كريستيان رونالدو مع تين هاج ومع اليونيتد السيزن ده ظالم ولا مظلوم قولي خالد رأيك المقارنة دي بس عشان برضو أقول لحضراتكم مقارنة دي احنا كنا مجهزين من الأسبوع اللي فات بس كان وقتنا ما سمعش فالأرقام دي لغاية آخر الأسبوع اللي فات أو حلقة السادسة مختلفش كتير احنا ممكن نختلف عدد المبارد اللي لعيبها نزود مبارد لعيبها بس وما عملش حاجة بس هنا الأرقام بتقول أنه رونالدو يصنع الفارق 100% يصنع مع عدون لا طبعا مش مع لا طبعا مش مع عدون سريعا جدا مع رحيله مع رحيله في مركاتو يناير ولا بقاه في أولترافير لو هيظل الوضع زي ما هو كده لا مع رحيله طبعا لازم يتعوض بمهاجم قوي جدا يليه منشستر ينايتد أعتقد أن فيه بروفائلات كتيرة موجودة لكن كريستيانو رونالدو عدم وجوده في الملعب هو مكسب لتنهاج وهو قال كده قدام الصحافة هو بس مستني مهاجم بديل يكون متواجد بشكل رئيسي حتى بالأرقام بالأرقام دي الأرقام دي خادعة مش أكتر هو موجود لكن هو ما جابش غير هدف واحد في البريمير ليج طب هتسمحول ياخت من الحلقة ونكمل الخناعة نعم يلا بيجينا عديد خالد عمر فاروق أصاب شكرا جزيلا شكرا جزيلا أشكركم جدا وبسامتع جدا موجودكم معي في السادسة وبسامتع طبعا مع جمهور السادسة كل شكرا على متابعة حلقة النهاردة بالتوفيق لرجالتنا بكرا إن شاء الله قدام الداخلية حلقة السابت نبقى بنحتفل بالعلامة الكاملة في مشوارنا في الدور العام بشكر حضراتكم مرة تانية على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة